اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاختسال ثم التطيب بافضل الطيب ثم لبس افضل وانضف واجمل الثياب يوم العيد يوم عبادة وشكر لله ويوم فرح وسرور واستحبوا للمسلمين في هذا اليوم عدد من المستحبات منها كما ذكرنا الآن الاختسال لبس اجمل الثياب التطيب اكل بعد حبات الطمر وخاصة قبل الخروج لصلاة عيد الفطر واما في عيد الاضحى فلا يأكل شيء حتى يرجع من المصلى فيأكل من اضحيته وان لم يكن له اضحية اكل اي شيء قبل خروج بعد ذلك الخروج الى المصلى مشيا من طريق والرجوع من طريق اخر واداء الصلاة مع الجماعة في الساحات الخارجية التكبير في العيدين يسن التكبير في ايام العيدين وفي ايام العشر منذ الحجة ففي عيد الفطر قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفي عيد الاضحى قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وصفته الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله اله وقته في عيد الفطر من ثبوت دخول شهر شوال حتى صلاة العيد وفي عيد الاضحى يكون الوقت من ثبوت دخول شهر ذي الحجة حتى عصر اخر يوم من ايام التشريقي وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويكون التكبير للرجال جهرا سواء في البيوت والاسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى سؤال اذكر الوسائل التي تسعدني على احياء سنة التكبير معرفة فضل التكبير توضيح سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تقوية الوازع الديني بعد ذلك التهنئة بالعيد هو سبب للمحبة وتأليف القلوب وفيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وهذه من الأمور التي يحبها الله عز وجل بالتعاون مع مجموعة وناقش ما يأذي أهمية زيارة الأقاريب والأصدقاء والجيران لتهنئتهم بالعيد معيادة الأهل والأصدقاء زيارة القريب المريض والسؤال عنه اجتماع ومصلحة دعاء الجميع المسلمين وينك أيضا وسائل أخرى لمشاركة الآخرين فرحة العيد عن طريق الهاتف أو زيارة الأقارب كما ذكرنا بطاقة معيادة للأقارب والأصدقاء حضور صلاة العيدين وتهنئة الأصدقاء والأقارب والجميع المسلمين في المصلة سؤال ما المكان الذي تسن إقامة الصلاة العيد فيه طبعا ون المصلة أو الصلاة خارج البنيان السؤال الثاني مقارن بين عيد الفطر وعيد الأطحى عيد الفطر يبدأ من ثبوت دخول شهر شوال إلى بعد نهاية شهر رمضان أما عيد الأطحى يبدأ في اليوم العاشر من شهر زي الحجة أذكر ثلاثة من المستحبات يوم العيد الاقتصال التطيب لبسه أجمل الثياب أربعة أملأوا الفراغات الآتية يبدأ التكبير في عيد الفطر من غروب الشمسي حتى بدء صلاة العيد وما في عيد الأطحى فيبدأ من هيا شباب أحسنتم من العاشر ذي الحجة حتى عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة أو ثالث أيام التشريق السؤال الخامس ما صفة التكبير في العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وإلى هنا نكون قد انتهينا من درس سنن العيدين وإلى لقاء آخر يا طلابي في درس من دروس مدة الفقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته